طلاب وطالبات الصف الاول الاعدادي اهلا ومرحبا بكم النهاردة هناخد درس جديد من دروس الهندسة معانا اللي هو المسلس قبل ما ندخل على الدرس عايزين نشوف ايه النظريات والنتائج بتاعت الدرس اول نظرية معانا بتقول مجموعة قياسات زايا المسلس الدخلة بتساوي 180 درجة نتيجة واحد بتقول ان قياس الزاوية الخارجة عند رأس من رؤوس مسلس بتساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخلاتين مع عدن مجاورة لها نتيجة اثنين بتقول اذا ساوت زاويتين في مسلس زاويتين في مسلس اخر فان الزاوية الثالثة في المسلس الاول بتساوي الزاوية الثالثة في المسلس الاخر نتيجة ثلاثة بتقول إذا ساوت زاوية في مسلس مجموعة الزاويتين الأخرتين كانت هذه الزاوية قائمة وإذا كان قياس زاوية في مسلس أكبر من مجموعة الزاويتين الأخرتين كان المسلس منفرج الزاوية وتكون الزاوية دي منفرجة وإذا كان قياس زاوية في مسلس أصغر من مجموعة الزاويتين الأخرتين كان المسلس حد الزاوية ملاحظة في اي مسلس في زاويتين حدتين على الاقل حتى لو منفرج فهو في زاويتين حدتين على الاقل قياس الزاوية الخارجة عن المسلس اكبر من قياس اي زاوية داخلها ما عادة المجاورة لها يعني انا لو انا عندي المسلس الف بق جيم الزاوية الف بق دال اسمها زاوية خارجة عن المسلس هتسيقوا مجموع قياسين الزاويتين الداخلاتين اللى هي الف وجيم مع عادة المجاورة لها اللى هي بق فانا لو عايز قياس زاوية الف بق دال حاجمها قياس زاوية الف زايا زاوية جيم ستين زا التمانين مية واربعين نظرية 2 بتقول الشعال مرسوم من منتصف ضلع في مسلس موازيا أحد الضلعين الآخرين فإنه ينصف الضلع الثالث يعني أنا لو أنا عندي المسلس ألف بق جيم ده المنتصف ألف بق وده الواو توازي بق جيم فهيبقى واو منتصف ألف جيم نتيجة واحد بتقول القطعة المستقيمة المرسومة من منتصفين ضلعين في مسلس توازي الضلع الثالث يعني أنا لو أنا عندي المسلس ألف بق جيم وده المنتصف ألف بق وهاء منتصف ألف جيم فإن ده الهاء توازي بق جيم نتيجة اثنين بتقول طول القطعة المستقيمة المرسومة من منتصفين ضلعين في مسلس تساوي نصف طول الضلع الثالث يعني أنا لو أنا عندي المسلس ألف بق جيم وده المنتصف ألف بق وهاء منتصف ألف جيم احنا خدنا قبل كده أن ده الهاء حتوازي بق جيم المرس ده الهاء حتساوي نصف بق جيم تعالوا نشوف كده البراهين بتيجي عاملة ازاي؟ في الشكل المقابل ألف بق جيم مسلس فيه الألف بق بيساوي 12 سانتي والبق جيم بيساوي 10 سانتي والألف جيم بيساوي 8 سانتي عايز محيط المسلس ألف ده الهاء البرهان أنا عندي ده المنتصف ألف بق وهاء منتصف ألف جيم فينتج عن كده أن ده الهاء هيساوي نصف بق جيم طب هي بق جيم بعشرة يبقى ده الهاء نصف العشرة 5 سانتي وعندي أن ده المنتصف ألف بق فيبقى ألف ده النصف ألف بق فألف بق بـ 12 نصف اللي 12 6 فهتبقى ألف ده الهاء بـ 6 سانتي وعندي هاء منتصف ألف جيم فهتبقى ألف هاء نصف ألف جيم طب ألف هاء اللي هي نصف ألف جيم هي ألف جيم بـ 8 نصف الثمانية 4 فهتبقى ألف هاء بتساوي 4 سانتي أنا عندي محيط المسلس ألف ده الهاء بيساوي مجموع أطوال أضلعه هيساوي ألف دال زائد دال هاء زائد هاء ألف يعني هيساوي 4 زائد 6 زائد 5 هيساوي 15 سنتيمتر في الشكل المقابل سين صاد عين مسلس فيه دال وهاء وهاء منتصفات الأضلع سين صاد وسين عين وصاد عين سين صاد بتساوي 6 سانتي سين عين بتساوي 8 سانتي صاد عين بتساوي 12 سانتي عايز محيط المسلس ده الهاء البرهان أنا عندي دال منتصف سين صاد وهاء منتصف صاد عين ينتج عن ذلك ان دال هاء هتبقى بتساوي نص سين عين طب هو سين عين عطاه لي بكام بتمانية سانتي طب نص التمانية هيبقى كام 4 سانتي يبقى دال هاء ب4 سانتي اعطيني ان دال منتصف سين صاد وواو منتصف سين عين فهينتج عن ذلك ان دال وواو نص الصاد عين طيب هي الصاد عين بكام هو عطاه لي ب12 سانتي يبقى دال وواو نص اللي 12 ستة سانتي يعطيني كمان ان وواو منتصف سين عين وواو منتصف صاد عين يبقى وواو هاء هتساوي نص السين صاد طب السين صاد بكام ب6 سانتي يبقى وواو هاء نص الستة 3 سانتي هو عايز محيط المسلس دال هاء وواو اللي هو بيساوي دال هاء زائد هاء وواو زائد وواو دال يعني بيساوي 3 زائد 6 زائد 4 بيساوي 13 سنتيمتر في الشكل المقابل الف باق جيم دال متوازي اضلاع تقاطع كترا في ميم ميم وواو بتوازي الف باق اثبت ان باق وواو بيساوي وواو جيم يعني عايز يثبت ان وواو منتصف باق جيم ومنها ان باق وواو بتواو وواو جيم نشوف البرهام بما ان الشكل الف باق جيم دال متوازي اضلاع وي تقاطع كترا في ميم يعني الكتران ينصف كل منهما الاخر يعني ميم هتبقى منتصف الالف جيم وميم منتصف الباق دال وانا عندي ان ميم واو بتوازي الف باق هو اعطها لمعطي وانا اثبت ان ميم منتصف الف جيم عن طريق الكتران طريق ما عندي توازي منتصف يبقى انا عندي منتصف يبقى ميم اصدها من منتصف واو يبقى واو هتبقى منتصف باق جيم وطريق ما واو منتصف باق جيم اذا باق واو هتساوي واو جيم في الشكل التالي الف باق جيم مسلس فيه دال وهاء وواو منتصفات الف باق وباق جيم والف جيم على الترتيب باق جيم بتساوي 12 سنتي الف جيم بتساوي 10 سنتي اثبت ان الشكل دال هاء جيم واو متوازي اضلاع واوجد مساحته البرهان دال منتصف الف باق وواو منتصف الف جيم ينتج عن ذلك ان دال واو هتوازي باق جيم وطالما دال واو بتوازي باق جيم يبقى دال واو هتوازي هاق جيم دي نمرة واحد نمرة اتنين دال واو بتساوي نص باق جيم هتساوي نص اللي 12 لان باق جيم ب12 ب6 سنتي بما ان دال منتصف الف باق وهاق منتصف باق جيم اذا دال هاء هتوازي الضلع لقصدها الف جيم وطالما دال هاء بتوازي الف جيم يبقى دال هاء هتوازي واو جيم كده انا اثبتت اتنين توازي اللي هي دال واو بتوازي هاء جيم ودال هاء بتوازي ايه واو جيم يبقى انا اثبتت ان دال واو بتوازي هاء جيم ودال هاء بتوازي واو جيم اذا من واحد واثنين ينتج ان الشكل دال هاء جيم واو متوازي اضلع وما ننساش كان ان دال هاء نصف الف جيم والف جيم عشرة يبقى نصها خمسة سنتي بما ان طلع ان دال هاء بتساوي واو جيم بتساوي خمسة سنتي ودال واو بتساوي هاء جيم بتساوي ستة سنتي اذا لو انا عايز محيط متوازي الاضلع هيساوي مجموع اطول اضلعه اللي هي خمسة زائد ستة زائد خمسة زائد ستة هيساوي اتنين وعشرين في الشكل المقابل دال وهاء منتصفات الف باء والف جيم الف واو بتساوي نصف باء جيم والف واو بتوازي باء جيم اثبت ان الشكل الف دال هاء والف جيم متوازي اضلع البرهان البرهان في المسلس الف باء جيم بما ان دال وهاء منتصفة الف باء والف جيم اذا دال هاء هيوازي باء جيم ويساوي نصفه يعني دال هاء هيساوي نصف باء جيم وبما ان هو عاطيني ان الف واو بتوازي باء جيم اذا دال هاء اذا دال هاء هتوازي الف واو وبما ان الف واو بتساوي نصف باء جيم يبقى دال هاء هتساوي الالف واو بما ان اثبت ان دال هاء بتوازي الف واو ودال هاء بتساوي الف واو اذا الشكل الف دال هاء واو متوازي اضلع في كده سانا اقول اعدادي انه كنا خلصنا درس النهاردة تمنوا ان انتوا تكونوا استفدتوا اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة